المجلس لعل التخطيط والتنمية اعتمد خطة 2017-2018 التي تشمل على ما يقارب من 280 مشروع بكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات دينار كويتي ونقول شيء حلو وممتاز وأيضا مجلس الأمة وضع 51 توصية على وثيقة الإصلاح ونقول هم شيء زين لكن عندي ملاحظة وودي أقولها حق حكومتنا الطيبة وأقول كل ما تحتاج الدولة خلال الخمس سنوات القادمة سنتكلم بلسان المواطن حتى الحكومة تأخذها في الاعتبار أولا رأي المواطن أن تضع قانون اختيار القياديين وفق الكفاءة وليس وفق المحصصة السياسية والواسطة ثانيا يا حكومتنا يا طيبة يجب أن تستعجل الحكومة الطيبة في كسر البيروقراطية والإجراءات الحكومية المقيتة المملة الكرية التي جعلت المواطن يرتفع ضغطه نتيجة ممارسات بعض الموظفين الذين لا يريدون العمل وإنما سياستهم تعال باتشر أو بعد اسبوع ثالثا إصلاح الطرق المكسرة والخربانة إصلاح الطرق التي تلفت توائرنا إصلاح توائر السيارات إصلاح الطرق التي كسرت الجامات وتسريع مشاريع البنية التحتية والطرق للدولة رابعا محاربة ومكافحة ارتفاع الأسعار ووقف ارتفاع أسعار الإجارات للشقق التي أصبحت نار على نار والحكومة لا تستطيع أن تفعل شيء أمام طمع أصحاب العقار خامسا تطوير الجزر الكويتية تطوير الاقتصاد تطوير المشاريع التنموية محاسبة من يعطل التنمية يا حكومتنا الطيبة سادسا بناء أفضل المستشفيات بإدارة أجنبية وليس بإدارة كتابنا وكتابكم الحالية سابعا وقف التنازل وبيع لقسام مملاك الدولة بكافة نواحة وترجع للدولة والحضن الدولي عادة استثمار الأراضي للشركات الجادة في تطوير البلد ثامنا فتح مجالات الاستثمار في البلد وتحرير الأراضي حتى يقوم القطاع الخاص باستثمار المشاريع التنموية في الكويت وتعيي عيالنا في هذه الشركات الاستثمارية حتى نستطيع القضاء البطالة تاسعا الاستعجال في إنشاء المطارات الحديثة في الكويت وإنشاء متر الأنفاق وسكك الحديد وتطوير المدينة الترفيهية حتى تكون والدزني وتطوير شواطئ الكويت مثل الجيبيار بدبي وإنشاء المدن السكنية الجميلة وإنشاء السكن العمال العزابية والقضاء على جليب الشوخ وبلاوي الجليب الشوخ وبني دلقار والمهبولة والمنقف وتطوير الشواطئ الكويتية وتحويل عاصمة الكويت العاصمة جميلة بدلا من عاصمة الأشباح وتطوير شارع فاد السالم ومنبيه الحجم الكبير من 280 مشروع عشرا حل المشكلة الإسكانية والاتفاق مع شركات عالمية لبناء المدن الإسكانية الجميلة وجمعات سكنية فخمة إقرار قانون ملاك العقار حتى يستطيع المواطن يشتري بيت على قد فلوسه أو يشتري أرض ويبنيها هم على قد فلوسه حادي عشر نبي حكومة شابة نبي حكومة صاحبة قرار نبي حكومة تضع خطة وتنفذها نبي حكومة قرار هيكون حاسم لسمحة بالمصلحة بلد نبي حكومة لا تخضع لرغبات هذا وذاك إذا اخترنا وزراء صح أو مسؤولين صح بالدولة رح تصير الحكومة صح نبي رجال مثل اللي بين الدروازة والأسوار الثلاثة تنحل كل مشاكلنا لكن أنا أقول لحكومتنا الطيبة هال 280 مشروع أخذيها مني ما رح نشوفها وأصبح المواطن لا يصدق شعرات الحكومة ولا شعرات المجلس لأننا مل من الشعرات ونحتاج إلى أفعال أما المتمنى الثمانية المشروع فاعتقادي رح تكون عبارة كلام وكلمات موجودة على الورق أتمنى أن يكون هناك شيء على أرض الواقع المتين وثمانية المشروع تقدرون عليها؟ يلا نفذوها خل المواطن يطلع من بئر الأحبار إلى بئر التفاعل أتمنى ذلك ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال أعزاء المشاهدين